الساعة كانت تشير إلى الخامسة صباحاً حينما شب حريق بمصلحة الأمراض العقلية على مستوى مشفى فرنسفانون بالبوليدا محدثاً حالةً من الهلع ومخلفاً أضراراً مادية وبشرية حريق اللي شبع للساعة الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم دخل مصلحة الأمراض العقلية معيزي بمستشفى فرنسفانون البوليدا جندة كافة وحدات الحماية المدنية الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالتدعيم من الوحدة القريبة منها هي وحدة بابتزاير وين تم إخماد الحريق على الساعة الستة وخمسين دقيقة أما فيما يخص الخسائر البشرية سجلنا للأسف ضحيتين متوفين في عين المكان هما من المرضى عقليين واحد في عمره تساعة وعشرين سنة والآخر في عمره واحد وثلاثين سنة أما فيما يخص الجريحين الآخرين عندنا واحد أصيب بجروح من درجة الأولى وحرق من درجة الأولى تم إسعفه عن مكان مطارف أطباء الحماية المدنية وهو روحنا بالمستشفى أما الثاني فهو مصاب بحرق من درجة ثانية وثالثة تم نقله نحو مستشفى الدويرة الغموض الذي اكتنف أسباب الحريق أزحه وزير الصحة عبد الملك بوظياف عندما حل بالمشفى وتفقد مكان الحريق متخذا جملة من الإجراءات تتعلق بالمصلحة وكذل خطوات المتخذة بالمعلومات الأولية من طرف المختصين في عين المكان هذا ناتج عن شرارة كهربائية القرارات التي تم اتخاذها هو أولا طلبنا من أنه يكون أولا غرق هذه المصلحة ثانيا إخراج المرضى من هذه المصلحة وتوزيحهم على باقي المصارح الأخرى ثانيا لابد من تحقيق من طرف الستيسي ومن طرف الشركة الخاصة لناكت هذه هي شركة وطنية خاصة بكل ما يتعلق بالكهرباء تبقى الشرارة الكهربائية واحدة من بين مئات الأسباب التي تؤدي إلى قتل المواطن الجزائري في الأماكن العمومية كما أن قدم المنشآة القاعدية في الجزائر والتي تعود جلها إلى الحقبة الاستعمارية تساهم في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر